ما بتعرفش يعني ملامح خطة مصر 2030 عايزين نعرف ملامح الخطة بشكل مبسط عشان جمهورنا يبقى معانا في كاملة هنقول بعد كده تمام زي ما اتفقنا احنا هنحاول نستعرض مع بعض ايه رؤية مصر 2030 والخطة الفرعية وخطة التنمية المستدامة المنبسقة منها ونوضح الكلام ده بشكل بسيط للموطن البسيط والمشاهد البسيط بتاعه الحقيقة ان تاريخ المخطط المصري تاريخ قديم ومن خمسينات وستينات القرن الماضي ومصر بتعمل خطط ويمكن كان اول خطة تنمية عملت في سنة 60 واشتهرت الخطة الخمسية وكان من اشهرها الخطط اللي حصلت ايام الدكتورات في صدق في التسعينات الى ان جينا سنة 2015-2016 وكان ده فارق شوية في العملية التخطيطية في جمهورية مصر العربية الحقيقة سنة 11 كان عندنا حدث كبير وهو تظاهرات 2011 اللي تسبب ان من سنة 2011-2014 حصل عندنا ضربه في الاقتصاد المصري وكان عندنا مجموعة من التحديات الكبيرة جدا كان عندنا تحديات اجتماعية تحديات اقتصادية تحديات عمرانية كان عندنا وصلنا ان نسبة الفقر حوالي 30% من المجتمع ان عندنا تضخم وصل في سنة من السنوات 32% في شهر من الشهور سنة 17 كان 24% معدل التضخم دي ارقام كبيرة جدا كان عندنا عجز في الموازنة ضخم كان عندنا نسبة الدين الى الناتج المحلي وصلت في بعض الاحيان الى 108% تحديات اجتماعية كمان كان عندنا تحديات عمرانية احنا مزنوئين في السبعة في المية بس اللي احنا عاشين فيهم عندنا انتشار للعشوائيات كل دي كانت تحديات كبيرة كان عندنا احتياط النقد بتاعنا وصل لـ 15 مليار دولار لا يكفي للسلع الاساسية للمواطنين اكتر من شهر ونص او شهرين كل ده سنة 15 سيادة الرئيس كان له برنامج بعد ما تولى الرئاسة كان العالم في نفس الوقت بيعمل حاجة اسمها اهداف التنمية المستدامة اهداف التنمية المستدامة دي اقارتها الموالم المتحدة في سنة 2015 وهم كانوا حوالي 17 هدف منها القضاء على الفقر القضاء على الجوع التعليم الجيد الصحة الجيدة واتمنى تكون موجودة معنا صور اهداف التنمية المستدامة على الشاشة منها ان يكون فيه مساواة بين الجنسين مساواة بين الفئات الخاصة في المجتمع الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة وخلافة فإحنا كان عندنا تحديات اقتصادية رهيبة تحديات اجتماعية كلنا كنا عايشينها ولمسينها بصراحة وفي نفس الوقت كان العالم كل دول عالم اتفقت على هذه الاهداف الانمائية كل ده خلى جمهورية مسل العربية متمثلة في السيد الرئيس وحكومته ووزارة التخطيط تسعى لانها تأسس لاول مرة حاجة اسمها رؤية 2030 تم اطلاق الرؤية سنة 2016 الرؤية دي ببساطة شديدة عايز اقول للمواطن بص حضرتك احنا قبل ما نروح نعمل خطة قبل ما نروح نعمل اي مشروعات قبل الدولة الصبح ما تعمل موازنتها قبل ما اي وزير او اي مسؤول يروح مكتب الصبح مفوضي برايح يعمل ايه فبنعمل الاول حاجة اسمها رؤية الرؤية دي عبارة عن مجموعة من الاهداف وازاي يقيس هذه الاهداف عشان انا روح اعمل خطة بعد كده محددة وليكن من زي الخطة التنمية المستدامة من 18 إلى 22 احنا هيب عندنا من سنة 18 لسنة 30 تلت خطة ربعين كل 4 سنين في خطة التنمية شاملة تنمية مستدامة الخطة دي والخطة اللي بعدها والخطة اللي بعدها يوصلون في الاخر الاهداف اللي احنا عايزين المخاطط المصري ما صحيش وراح كاتب اي اهداف لا ده اختار اهداف قبل للتحقيق اهداف توصلني في الاخر لان انا احسن مستوى معيشة المواطن المصري اهداف قبل للتنفيذ اهداف قبل للقياس يعني اهداف وقعي قبل ما نحط رؤية 20-30 احنا بازلنا مجود لمدة سنة في سنة 2015 ان احنا نعرف ايه الوضع الحالي نعرف ايه مشاكلنا عايزين نحسنها ازاي عشان نحطها ازاي الاهداف تمام دي الرؤية طيب الرؤية واحنا بننفذها او احنا بنضع مصاقها هذه الرؤية كان فيه مجموعة من المرتكزات ومجموعة من المفاهيم ايه الفرق من الاثنين اولا المرتكزات رؤية 20-30 ايه مرتكزاتها ايه اساسياتها اولا الدستور لان احنا عندنا دستور سنة 2014 بيقول التعليم تصرف عليه مثلا 4% من نتج القوم الصحة ما تقلش عن 3% من نتج القوم حق الناس في الحياة حق الناس في الخدمات الاساسية وهكذا فالدستور كان محدد او مرتكز اساسي اتنين الاهداف الانمائية العالمية اللي تم الاستقرار عليه عايزين نحققها المرتكزات دي بالاضافة الى برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا كنا رحين نشتغلو بالاضافة الى متطلبات الدولة المصرية دي كانت المرتكزات اللي قبل ما نروح نعمل رؤية 20-30 طيب انضاف لنا مجموعة مفاهيم ما كانتش موجودة قبل كده عندنا ولا كانت موجودة عند المخطط المصر ايه المفاهيم مفهوم زي التنمية المستدامة ايه تنمية المستدامة ده ان انا وانا بعمل خطة او بعمل مشروعات او بعمل اي برامض ما خلش بحق الاجيال القادمة في انها تستفيد من سرات البلد يعني انا هخطط لتنمية المواطنين الان وحسن مستواهم لكن في نفس الوقت المواطن اللي جاي يستفيد من موارد البلد ده مفهوم زي التنمية المستدامة بالضبط عندي مفهوم تاني مهم جدا اسمه مفهومة النمو الاحتوائي ان كلنا نتشارك مع بعض في الانتاج وفي العمل وكلنا نتشارك في جانيز سرات